بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله رح ناخد موضوع اللي هو شاحن المكثف أو تصرف المكثف في دوائر الدي سي يعني اللي هو دوائر الدي سي اللي هي التيار المستمر كيف رح يتصرف المكثف اللي أنا أتخيل إنه في عندي دائرة هاي في عندي أنا هان مقاومة وفي عندي أنا هان مكثف طبعا هدول موصلين على مصدر جهد مصدر جهد طبعا ثابت موجب سالب وفي عندي هنا آر وفي عندي هنا سي طبعا هنا في عندنا الفي اس ما سنقول بدها تساوي عشرة فولت الآن نحن زي ما خدنا في الدرس السابق إنه أنا في البداية بيكون أنا عندي فرق الجهد على المكثف بده يكون سفر ليش أنا لو أنا مش موصل لسا الدائرة يعني لو إجيت أنا هنا في هنا طبعا خط سنقول في عندي أنا هنا سويتش اللي هو مفتاح تمام الآن طبعا هذا المفتاح الآن مفتوح بده أفرض إنه أول حاجة في عندي هنا حيكون فيه فرق جهد على المكثف من هان لهان من هان لهان فرق جهد اسمه VC تمام في البداية طبعا فرق الجهد على المكثف لأنه في الش أنا في عندي شحنات مختلفة إحنا في هنا شحنات موجبة وسالبة وعلى اللوحة اللي هنا شحنات موجبة وسالبة يعني فرق الجهد بين التنين بيساوي سفر زي ما حكينا في الدرف الآن لما ناجي أنا أسكر السويتش إيش بدي يسير الآن بدي يسير إنه أنا في عندي هنا الطرف الموجب بشكل عام حيسحب الشحنات السالبة من الطرف اللي هان والطرف السالب حيود شحنات سالبة يعني حيسير أنا في المحصلة في عندي فرق جهد الفرق الجهد هذا حيظله يستمر 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 لغاية ما يصل لمرحلة التشبع أوكي بعد هذه مرحلة التشبع مش حيمر عندي تيار فإذا أول حاجة أنا بدي أقولها بدي أفرض إنه أنا عندي شغلة اللي هي بدي أسميها بدي أسميها عدد المسافرين على مقاعد القطار وفي عندي له تدفق المسافرين خلال مدخل القطار إحنا لو أعملنا هذا المثل ووضحنا لكم إياه حتفهموا الموضوع بشكل أكبر إيش عدد المسافرين وإيش القصة اللي هنا أنا بقول لك ركز معايا شوية هقول لك إفرض إنه عدد المسافرين على القطار هو نفسه بدي يساوي اللي هو V C اللي هو فرق الجهد على المكثف ممتاز طب لدفق المسافرين خلال الطيار أنا بدي أقول لك أنا في عندي أنا هنا تيار ماشي بنسمي I C هذا يساوي الطيار اللي ماشي خلال المكثف I C تمام يعني إيش القصة نقدر نفهم إنه أنا في عندي مصدر جهد ثابت دي سي بدي أشوف تصرف الجهد على المكثف اللي هو V C كيف ويه الطيار المر في الدائرة كيف هيكون فأنا بقاجب أقول لك أنه أنا خلينا نفرض إنه في عندي ندري الشكل تخيل في عندي هنا الشكل هذا الآن ما أتخيل إنه أنا في عندي اللي هو المثل هذا في أنا في عندي ال V C بد يساوي عدد المسافرين على مقاعد القطار وال I C تدفق المسافرين خلال مدخل القطار وهي في عندي هنا إحداثيات أنا بدي أفرض إنه بدي أفرض إنه أنا في عندي هنا هذا الزمن الآن T وهنا في عندي ال V C وهنا في عندي الزمن T وهنا في عندي هنا ال I C تمام؟ الآن أنا بدي أفرض إنه أنا في عندي مثلاً قطار قول قطار جاي أوكي أي شكل إجاء على المحطة أوكي الآن القطار أول ما يجي بنلاحظ إنه عدد المسافرين على القطار أول إشي أنا لازم أفرض يا شباب إنه القطار جايلي من المحطة السابقة عدد المسافرين في سفر لازم ما يكونش فيه ولا واحد قاعد على المقاعد جاي فضيان نفس القصة أنا بدي المكثف يكون أول ما أجي أشبكه في الدائرة بدي إياه يكون الجهد المسبق عليه سفر يعني مش مشحون قبل هيك مفرغ تمام؟ يعني بدأ أفرض إنه V C في الأول بدي يساوي سفر لازم أفرغه يعني لازم يجي للقطار عدد الجالسين على المقاعد لو قلنا V C بدي يساوي عدد المسافرين على المقاعد القطار لان أول ما يجي للقطار وفيش ولا حدا قديش لما عندي التي يساوي سفر قديش هيكون فيه عندي قديش فيه عندي اللي هو عدد المسافرين اللي هو V C هنلاحظ إنه أنا فيش عندي ولا واحد V C سفر طيب الآن مع المدة مع مرور الزمن عدد الناس الآن فيه ناس هم بدأ تدخل تمام؟ بدأ تدخل في القطار الآن عدد الناس على الكراسي مع الزمن حيزيد ولا حيقل؟ حيزيد أول وحاجة هيوخ دخل اثنين ثلاثة أربع حيضر له يستمروا تمام؟ إذن فيه عندي هنا زيادة في عدد المسافرين حيضر له يزيد ويزيد ويزيد للغاية ما يصر له عند حد معين الحد المعين هدا اللي حيصله لوقتيش حيصل حسب عدد المقصورة هادي اللي ديش بتساوي يعني لو كانت هدا المقصورة مثلا بتساوي اللي هو عشر أشخاص إذن حيوصل العدد في آخر لعشرة طيب لو كانوا عشرين مقعد إذن يساوي في الآخر عدد الأشخاص اللي هو عشرين إذن الشباب حيضلوا يستمر يستمر لا غاية ما يصير عشرة أو عشرين حسب عدد المقصورة بالزبط نفس الجصة فرق الجهد اللي هام حيضله يستمر 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 لغاية ما يساوي عدد من المقصورة اللي هو جديش الشباب اللي هي حسب جديش أنا عندي مصدر. اذا كان في عندي مصدر عشرة يمثل تقديما عدد المقاعد. لو كان عندي عشرين يمثل عدد المقاعد. فايش الجصة هيستمر مع الزمن عدد الجالسين على المقاعد الناس اللي تدخل لغاية ما يصل عند حد معين بعد الحد المعين هذا خلاص. بيثبت ليش? لانه خلاص. جلسوا عشر اشخاص على كل الكراسي. عدد الاشخاص عشرة. خلاص لو انا قدتهم مدة ساعة ساعتين وضلتني انا مستمر بالزمن هذا الى ما لا نهاية. عليش فاضي? يعني مش هيدخل اكتر من عشرة. ليش? لانه بسمح جوة لعشرة. طيب هدي يا شباب اذا هدي في المقابل ايش عبارة عن ايش? القيمة اللي هان هتكون عبارة عن القيمة اللي هي عدد المقاعد اللي هي بحدد ليها المصدر. في اس بد يساوي مثلا عشرة. تمام? اوكي ماشي. وفي عندي هنا الزمن اللي خلصه. ووقتيش الزمن اللي خلص هنا مش هنحكي فيه هالقيل هنحكي فيه كمان شوية. طيب ماشي. في المقابل يا شباب الان بنا نشوف وضع التيار. انا قلت وضع التيار هو عبارة عن تدفق المسافرين خلال مدخل القطار. الان القطار يشار فاضي. وفي عندي نے انا المدخل تبع القطار وبالناس بيدي حد magnetic خش. انا تخيل معي الناس لما نكبه فش ولا حالة جوه القطار فاضي. اكيد الناس هتدخل بسرعة. عشان هدا يقعد في مكان هدا هيدا هيقعد في مكان هدا فيه أماكن فاضية. فالكل بدخل بسرعة. ولكن مع المودة طول ما زاد عدد الناس جوه هانا مثلا فهنا واحد جاعد, وهنا جاعد وهنا قاعد وهنا جاعد وهنا جاعد وهنا بتلاقي الناس تدفقها بيقيل بيقيل ليش لانه اه الشخص اللي حيمرك حيدور وين في مكان جاعد لسه وين في مكان فاضي عشان يقعد فيه فبياخد وقت الى انه يا شباب ينتلي المكان هذا فساعتها في حد حيقدر يدخل لا اذا بتوقف المرور نعيد تاني الطيار شاب مع مرور الزمن اول حاجة بيبدأ قلنا يا شاب تدفق طاع الناس بيبقى كتير لو ايش بيقبقى الطيار عالي ماشي بيبدأ الطيار عالي بعدها بيقيل 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 حسب قديش الناس جاعدة بيزيد جوا بيقيل بيقيل لغاية ما يصل عند حد معين الحد المعين هذا اللي هو ايش انه في نفس الفترة اللي بنتلي فيها المقعد هايو المقعد تنتلي فيها خلاص الناس السطر طابعها حيقف وحيصير سفر اذا لاحظوا يا شباب هادة عبارة عن رسمة مين رسمة الجهد الفي سي وهادة رسمة الطيار الاي سي قلنا يا شباب نعيد تاني انه انا بدي افرض انه القطار جاي فيش شي عليه ولا واحد جايس على المقاعد يعني في سي بديو ساوي سفر اذا هاي في سي بديو ساوي سفر يعني ايش يعني انا بدي افرض انه مكثف مش مشحون لما شبكته في الدائرة مش مشحون فيش فيه ولا شوحنا فاضي تمام شبكنا هنلاحظ انه انا عندي يا شباب بعدد المقاعد الناس على المقاعد حيزيد مع المدة حيزيد حيزيد لغاية ما يصل عند حد معين انه خلاص انتلى المكان هذا المكان حسب قديش انا فيه عندي اه كراسي اللي هو قديش فيه عندي جهد عشرة عشرين تلاتين اربعين حسب قديش يعني لو كان فيه عندي هنا عشرين الفي اذا هنا بيضلوا على عشرين لو فيه تلاتين هنا تلاتين ممتاز في نفس اللحظة نيجي نبدأ من اول من السفر اول ما ايجاد القطار احنا قلنا يا عمي القطار بيكون فاضي الان فيه ناس واقفة سطر طويل عريض الناس بتاتخوش الان باللاحظ يا شاب الناس بتاتخوش بتلاقي فيه اماكن فضية كتير فالناس بتتدفق بسرعة مين مايمرق حلاج مكان فتتدفق بسرعة بيكون مين مايمرق حلاج مكان زي الجامعة يا شباب. بيقبط اول الناس امرق امرق بسرعه ممكن تمرق. لغاية ما يا شباب آآ ينتلي السطر كلي ترأسر تنتلي فالناس اللي بتدخل هنا مش جادرة تدخل ليش لانه المقاعد الشباب هيا هنا انتلت فنفس اللحظة اللي بنتي فيها المقاعد ازا مفيش ولا واحد حيقدر يمرو ازا تدفق الناس هيبدأ زي كتير لغاية ما يصل عند حد معين الحد معين هدا محدش ولا واحد حيقدر يدخل وقت ايش في نفس اللحظة اللي بنتلي فيها اه الناس جوا زال هادون متزامنين مع بعض هاده بصل للقيمة العظمى في لحظة وه overcoming 0 في نفس اللحظة طيب يا شباب الان انا اللحظة هاده اللي بنتلي فيها اللحظة هاده اللي بنتي فيها واكتش بنتي فيها احنا قلنا زمن ايش يعني الزمن هاده انا بدء اقول لك الزمن هاده يا سباب اهل قيمة ايش هي القيمة بقول لك يا عمي المكثف هاي قالت مراحظ ان هو المكثف هنا بقول لك يا عمي أنا الجهد عليها حيزيد حيزيد لغاية ما يصل لعشرة فولت بعد مدة معينة اللي هي جديش مدة معينة اللي هي بسميها هو بسميها خمسة والرمز هادا هيك خمسة تاو بقول لك ايش يعني يعني يا مكثف بقول لي انت يا عمي حطتني عشرة فولت العيد تاني الان اهنا ان قلنا انه انا في عندي اه المكثف احنا بنحط عليه الجهد عشرة فولت قل لك المكثف بقول لي يا عمي العشرة فولت انا هادي حصل لها بعد مدة معينة اصل لحد ديك التشبع بعد مدة معينة طب بقول له انا بقول له وقتش يا عمي ممكن انا انا اجي الاقي عندك الخمسة العشرة فولت بقول لي يا عمي عند مدة معينة هاد المدة اللي هي هاد اللي هي انتالي عندها اللي بسميها خمسة تاو تمام وهي نفس اللحظة يا شباب اللي هي هانا بيصل التيار لحالة التفريغ اللي هو خمسة تاو اللي هو بيصل لمرحلة السفر نفس القيمة هان نفس القيمة اللي هان. اوكي. الان طيب التاو هادي هي عبارة عن ايش التاو هادي? الان التاو هادي يا شباب بسموه ثابت الزمن. او الثابت الزمني. طب هو ايش هو? اللي هو خمس اضعافه هايو خمس اضعافه عنده بيتشبع مين? المكثف من الجود او عنده التيار خلاصيا عدم. طيب هو ايش التاو? لو ايجينا التاو لقنا يا شباب? التاو بقول لك يا عمي انا ممكن تحسبني هاي التاو. بدي يساوي بقول لك ار في سي. مين الار ومين السي? الار اللي هي موجودة هان. والسي الموجودة هان. او الار والسي الموجودة في عملية الشحن. طيب ماشي. نفرض انه نفرض انه هادي متين وعشرين كيلو او اتنين وعشرين كيلو. وهدي عبارة عن الف مايكرو فاراد. تمام ماشي? بس قبل ما نعوض في القيم اللي هان. الان القيمة التاو يا شباب لو جينا عوضنا عنها قيمة التاو هان. هنلاحظ انه عند التاو. قيمة الجهد يا شباب هتكون تلاتة وستين في المية من قيمة المصدر. طيب اللي هو يا شباب اللي هو انا الفي. فرق الجهد. فرق الجهد بيكون عند التاو بيكون 63% طب قديش 63% من المصدر أنا بجيب أقول لك يا عم تعال أنا في عندي 10 بدي عرف قديش 63% 10 ضرب 63 على 100 هذه يا شباب هتساوي قديش 6.3 فولت إذن هذا يساوي هان يساوي 6.3 فولت يعني تقريبا نص العشرة يعني خمسة قريبة منها 6 نص يعني عند التاو شباب تقريبا الجهد المكثف بيقبع عليه نص الجهد تقريبا نص الجهد هو أو أكتر شوية 6.3 إذن يا شباب عند يكون الجهد بساوي 63% من جهد المصدر لو كان في عندي هنا 10 إذن 6.3 لو كان في عندي مثلا 100 المصدر بأضرب 36 على 100 أو 63 على 100 حيساوي 63 لو كان 20 بضربه كذلك الأمر ماشي ممتاز طيب أنا لو أنا بدي أجي أنا أعمل حسابيا كيف الموضوح هذا لأن بدي أجي أقول لك مثلا إحنا فرضنا أنه تاو بدي تساوي R في C هذا هو قانون يا شباب طيب ماشي الآن قديش ال R و قديش ال C هتلاحظ أنه ال R بدي تساوي 22 هيا خلينا نيجي هنا تاو بدي تساوي R في C و يساوي R 22 كيلو وال C هو عبارة عن 1000 ميكرو فراد تعال بنروح بنجيب الألة الحاسبة تمام بقول له 22 كيلو الكيلو يعني 1 ضرب 10 للباور 3 تمام هذا ضرب 1000 1000 مايكرو و قلنا شاوي الميكرو عبارة عن ضرب 10 والسالب 6 هاد إيش حيساوي معايا حيساوي الرقم حيساوي 22 حيساوي 22 سكند سكند يعني إيش يعني ثانية يعني بقول لك يا عمي قيمة الزمن تاو في هادي الدائرة حسب الار وحسب السي بساوي 22 ثانية يعني هنا يا شباب بقيمة التاو عندها 22 ثانية يعني إيش يعني لو أنا يا شباب اجيت شبكت المقاومة هادي مع المكثف هذا وجيت سكرت السويتش اللي هان وجيت بعد 22 ثانية هلاحظ فرق الجهد على المكثف بده يساوي 6.3 طيب لو اجيت بعد خمس أضعاف عند خمسة تاو لو قديش يا شباب خمسة تاو لو اجينا هنا خمسة تاو اللي هو زمن الشحن يا شباب هذا الزمن اللي هو شحن المكثف شحن المكثف بشكل كامل لو بدي يساوي خمسة تاو اللي هو خمسة ضرب 22 ويساوي 110 110 ثانية فلو اجينا يا شباب بعد 110 ثانية هنلاحظ انه الجهد عليه هايو بالشكل هادا كامل ممتاز طيب بالنسبة يا شباب لا بالنسبة لزمن التيار هنلاحظ بعد خمسة تاو هي بعد 110 ثانية مش هيمر طيار طيب عند التاو يا شباب عند التاو لو اجينا هنا هنلاحظ يا شباب انه الطيار قل بمقدار 63% طيب لما يقل بمقدار 63% يعني القيمة اللي هانا يقديش الشباب اللي هو 100 ناقص 63% حيساوي لهو 37% ازا قيمة التاو هنا يا شباب اللي هي 37% اوكي ليش لانه من هنا هنا قل القيمة اللي فوق زي قيمة اللي فوق قل بمقدار اللي هو 63% إيش بيظل عندي ضيء موجود بيظل عندي بس 37% إذن يا شباب أنا عند تاو في المكثف بيبقى قيمة الجهد 63% لما يكون مثلا عندي 10 فولت بضربها إذن 6.3 أما التيار بيبقى يا شباب اللي هو القيمة قد قلت بنسبة 63% يعني قدش بيظل عندي نقص المية من 63% بصير عندي 37% إذن قل بنسبة 63% والباقي عندي يا شباب 37% تمام؟ إذن الآن لو إجينا مثلا الآن أديك مثلا مثال هاي مثلا مثال عندي مثلا هاي فيه عندي هنا مقاومة وفيه عندي هاي هنا مكثف وهي هنا مصدر وهي هنا 20 فولت وهنا الار بدها تساوي 50 كيلو أوم وعندي هنا السي بدها تساوي مثلا 2000 مايكرو فراد تمام؟ إجيدي قلت لك أوجد تاو اللي هي ثابت الزمني تمام؟ وأوجد لي اللي هو زمن شحن المكثف بشكل كامل تمام؟ وأوجد لي زمن الذي يتوقف عنده التيار الذي يتوقف عنده التيار اللي ما رأيه في الدائرة تمام؟ وأوجد الجهد عند تاو وكمان أوجد اللي هو التيار عند تاو تمام تعالني جاي ببساطة أول حاجة بده المطلوب تاو بقول له يا عمي تاو بده يساوي R في C قديش قيمة الار هي عبارة عن 50 كيلو ضرب السي هي عبارة عن 2000 مايكرو فراد مايكرو يعني واحد ضرب عشرة الباور السالب ستاو يساوي تعالي نشوف في الآلة قديش بقول له يا عمي 50 كيلو يعني واحد ضرب عشرة الباور ثلاثة ضرب الالفين ضرب عشرة سالب ستة هذا جديش بساوي عندي بساوي عندي ميت ثانية طبعا احنا هذا التاو عبارة عن زمن اذا يا شباب التاو عندي 100 اذا هذا شباب خلصنا بقول لك زمن شحن المكثف بشكل كامل زمن الشحن يا شباب اذا هذا المطلوب الأول هذا المطلوب الثاني اثنين زمن الشحن هو عبارة عن 5 تاو ويساوي خمسة ضرب مية ويساوي خمسمائة سكند خلصنا المطلوب الثاني اوجد الزمن الذي يتوقف عنده التيار لو يجينا فوق يا شباب الزمن اللي بتوقف عنده التيار هو نفس الزمن اللي بيصير بمرحة التشبع اللي هو خمسة تاو لو اقولنا يا شباب بساعة متنت لي عندي القطار من جوه هو نفس الزمن اللي الناس مش تقدر تدخل عنده إذا شاب مطلوب ثلاثة اللي هو الثالث هذا اوجد التيار ثلاثة اللي هو بيساوي خمسة تاو ويساوي خمسمائة ثانية سكند طيب هذا خلصنا بظل عندي اوجد الجهد عنده تاو قلنا يا شباب ما عليش نرجع تاني الآن بده اوجد الجهد عنده تاو قلنا يا شاب المطلوب الرابع مثلا هذا أربعة أنا بدي الجهد عنده تاو فإحنا قلنا يا شاب الجهد عند تاو ويساوي بENSاوي تلاتةة ستين мнائية يعني ال ويساوي تلاتة وستين في المية كيف نكتبها تلاتة وستين على مية الفي اس قديش اللي هو عندي عشرين ضرب عشرين ويساوي تعالي نشوف الآلة قديش بدي يساوي عندي فبقوله تلاتة وستين تقسيم مية تمام يساوي ضرب العشرين يساوي اللي هو اتناعش ونص اللي هو اتناعش تقريبا وستة اللي هو فولت يعني لو اجي يا شباب على الدائرة هذه بعد تاو اللي هو مية ثانية حلاحظ قيمة الجهد قديش خمسة تاو طيب اولي دي الطيارة عن تاو يعني بدي قيمة الطيار اللي هو عن تاو اللي هو بقوله اي عند تاو بده يساوي مش تلاتة وستين في المية لا احنا قلنا حيساوي سبعة وثلاتين في المية من قيمة التيار الاي سي اه فردا فردا انا حقول لما اديك ايها اي سي بديها تساوي مسلا يقول يا سي دي اه ميت امبير تمام انا فاذا ايش هتقول لي هتقول لي انه هادا بده يساوي تلاتة وسبعين على اه مية اه سبعة وثلاتين على مية ضرب اللي هو المية وحيساوي المية مع المية هتروف هيساوي سبعة وثلاتين امبير تمام اذا ان هيك احنا بنكون خلصنا اعمالية اللي هو الشحن بكافة تفاصيلها الان نيجي لا اعمالية التفريغ الان اتخيل نفس الدائرة اللي عندي هنا خليني نرسمها تاني يلا اللي هو بدي افرد انه انا في عندي هنا اللي هو مقاومة وفي عندي هنا المكثف وفي عندي هنا اللي هو مصدر الجهد بس نحظه شوية خليني نعملها بشكل اخر وهنا في عندي مصدر الجهد موجة بسالب وحنيجي هنا في الشكل هذا تمام ها في عندي هنا سي وفي عندي هنا ار الان بنفرض انه في عندي هنا مفتاح شباب اولها كان وموصل بالشكل هذا ممتاز الان هاده ايش حيتم فيها حيتم فيها عملية الان نفس ما حكينا احنا توي احنا قلنا يا شباب حنتخيل انه الفي سي وفي عندي هنا مقتيار مارر اللي هو اي سي قلنا الفي سي يا شباب يعتبر زي عدد مستفين عن قدار فلما يجي في الاول يا شباب اول اشي هيكون المكثف مفرق من الشحنات بعدها حتستمر الشحنات حتستمر 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 لغاية ما تصل عند حد معين بعدها مش هتزيد اللي هي هاده يا شباب القيمة هاد عبارة عن الفي سي وهاد عبارة عن الزمن وهاد عبارة عن الزمن وهاد عبارة عن الطيار اي سي تمام ووقتيش هاده يا شباب هينتلي قلنا هينتلي عن قيمة خمسة تاو حسب انا قديش عندي الار والسي القيمة هادي يا شباب اللي هانا هتساوي قديش في اس هذا لندك في اس هادي يا شباب في اس ايش ما يكون في اس عندي الان بالنسبة للطيارة شباب قلنا في الصعيد الاخر قلنا الطيار حيكون اول حاجة قيمة كبيرة جدا بعدها هيبدأ يجيل ليجيل 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 لغاية ما يصل عند الحد معين هذا تمام شباب نفس الحد هذا هو عبارة عن خمسة تاو اوكي يا شباب قلنا عند تاو هانا القيمة هادي تقريبا حد ساوي قديش تلاتة اوستين في المية حسب جوز المصدر وزي ما حكينا في المثال عند قيمة التاو اللي هان قلنا هادا هيكون قديش سبعة او تلاتين في المية هذا الكلام اللي أخدناه إحنا المرة اللي فاته طيب الآن لو إجينا إحنا على الدائرة يا عمي قلنا لك بعد ما هذا اتشبع قلنا يا شباب أنا أنا بدي أفصل المفتاح أفصل المفتاح من هان أفصله وفي عندي هنا يا شباب سيلك بده يكون موصل بالطريقة هادي وآجي أنا أجيب المفتاح أحوله على النقطة هادي يا شباب الآن ميصر عندي موصل طبعا الآن يا شباب المصدر صار ملهوشش أي لازمة ليش؟ لأنه أنا مفرغ يعني أنا ممكن يا شباب الآن أشيله يعني ممكن الآن أنا إيش أشيله من الدائرة يعني ممكن أنا من هنا برضو خلاص بطل إلو أي لازمة الآن صرت الدائرة يا شباب موصلة وين ها الآن يا شباب إحنا إيش قلنا؟ قلنا مع مرور الزمن الجهد في مرحلة الشحنة حيصير فيه عنده هنا موجب سالب موجب سالب قطبية حسب قطبية مين؟ المصدر وكان يمر شاب التيار بالشكل هذا صح؟ الآن بعد ما تشبه يا شباب حيصير الآن الجهد الموجود في المكثف حيصير يفرغ في المقاومة زي عملية تفريغ لقوع الصلاق الكهربي أو الكاميرا تحت الجوال حيصير يفرغ في المقاومة وعند السلك في المقاومة وعند السلك الآن كيف هيصير فرق الجهد؟ هيصير فرق الجهد يا شباب بيصير أول حاجة هيكون مكسما زي هيك هنا الآن عملية التفريغ هيصير بالشكل هذا هيك طيب ماشي الآن طيب بالنسبة للتيار يا شباب كيف هيكون الوضع؟ التيار قلنا يا شباب الآن لأنه التيار كان في الأول يمر في الشكل هذا فالآن لحيروقي حيلف باتجاه معاكس حيلف باتجاه هيك تمام؟ كان في الأول المكثف في المكثف يمر في التيار الآن عشان هو المصدر الوحيد فهيمر الطيار من طرف السالب للموجب للمكثف اللي هو عكس ما كان في الأول فهيجي يا شباب المكثف هيبقى الجهد بالشكل التالي مجلوب هيبقى قيمة كبيرة بعدها هيجيل ليجيل 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 لغاية ما يصل عندي وين اللي هو السفر يا شباب إذن هذه هي الشكل تبع الجهد وتبع التيار اللي مرين في المكثف بس فيه شغلة الآن احنا ما حكيناهاش في مرحلة الشحن يا شباب قلنا يا شباب إحنا أول إشي فرق الجهد على السلك يساوي سفر إذن يا شباب إذن فرق الجهد على يعني المكثف يكون في بداية التشغيل فرق الجهد عليه قديش بساوي سفر إذن يا شباب يتصرف المكثف في بداية التشغيل وكأنه سلك طيب يا شباب الآن في مرحلة التشبع في مرحلة التشبع قديش فرق الجهد على المكثف بيساوي بيساوي نفس فرق الجهد تاع اللي هو تاع المصدر إذن يتصرف الشباب المكثف في حد تشبهوا كأنه دائرة مفتوحة كيف يعني؟ يعني تعال أقول لك زي هيك الآن هنا في عندي مصدر تمام؟ وهي في عندي هنا A وهنا في عندي هنا B وهي في عندي هنا مصدر وهي في عندي هنا A وفي عندي هنا B تمام؟ وهذا يساوي مثلا عشرة فولت وهذا بيساوي عشرة فولت الآن لو وجدت أنا هادا سكرتها هيك عملتها short circuit وهاتي خليت المفتوحة الآن VAB في هادا الحالة إيش بدي يساوي؟ وهنا VAB في هادا الحالة إيش بدي يساوي؟ في هادا الحالة طبعا هتقول لي بدي يساوي سفر ليش؟ لأنه سلك هادا فرق الجهد على السلك بيساوي سفر طيب هنا يا شباب زي ما تقول هنا بطارية وأنا أجيت أجيت سبطيت سيارة وجيت أجيت سيارة حطيت الفولت ميتر هنا الفولت ميتر حطيته هنا هيك حيجيس لقدش عشرة فولت هادا الدائرة يا شباب ليه دائرة مفتوحة؟ بيسموها open circuit وهادا بيسموها short circuit اللي هي دائرة مغلقة يعني سلك إذا يا شباب نيجي هنا في حالة السفر ملاحظة مهمة ملاحظة مهمة ملاحظة مهمة يكون فرق الجهد على المكثف في بداية الشحن الصفر هذا يا شباب باعتبار أنه غير مشحون مسبقا هذا لازم نعتبرها أوكي وعليه فإن المكثف يتصرف في بداية التشغيل وكأنه سلك الملاحظة الثانية أنه في مرحلة تشبع المكثف يكون فرق الجهد عليه يساوي فرق جهد المصدر وعليه فإن المكثف في حالة التشبع يتصرف وكأنه دائرة مفتوحة ويكون الطيار عندها يساوي صفر وهنا يا شباب بما أنه سلك فيكون عندها الطيار مش صفر لا ولكن يكون فعندها يكون الطيار أكبر ما يمكن هذه الملاحظات مهمة وحنرفع لكم الورقة هادي وإيه بنكون خلصنا الدرس ويارب بتكون استفدتوا السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر